اشترك معنا في قناتنا على اليوتيوب خطوة تعليمية دروس وامتحانات وتدير جامع ومشاركة صفحتنا على الفيسبوك خطوة تعليمية ابتدائي متوسط ثانوي هذا رح يشجعنا نقدم المزيد والمزيد السلام عليكم مرحبا بكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في سلسلة الفيديوهات هذه رح نحلو الوضعيات الادماجية بالتفصيل الممل اما لا تتبعوا معنا خطر رح تعاونك بزاف الامتحانات ورح يقربت دونك زي الروح كشوية كل يوم حل مجموعة من الوضعيات هذا الفيديو الاول رح نديرو فيه المجموعة الاولى كل فيديو نديرو فيه مجموعة من الوضعيات انت لازم تتبع معنا مجموعة مجموعة ونطلعوا في مستوى الصعوبة بالتدريج متفاهمين خلينا نبدأ هاي لكر وضعية الاولى بشتح الوضعية ادماجية لازم تقراها للمرة الاولى متفقين لازم المرة الاولى تقراها هاي لك المرة الاولى رح نقراها في قسمك عدد الذكور 14 وعدد البنات 18 ما هو عدد التلاميذ دونك تقراها بطركيز وبتامعون رح نقريناها المرة الثانية تزيد تعاو تقراها بصح ماشي كما المرة الاولى المرة الاولى غير تقرا وتفهم المرة الثانية رح تقرا وتكتب المعطايات تكتب كلش المعطايات اللي مدها الكامل تكتبها ما تخلي حتى حاجة هذي حاجة اساسية هاي لذا هو المهم دونك خلينا نقراها ونكتبو المعطايات قال لك في قسميكا ها ركز مليح قسميكا تجيل هنا المحاولات ها هو قسميكا هذا هو القسم ها نكتبو هنا القسم متلعباش فاهم زع ما تقراها المرة الاولى وتحل ديريكت مرس كخطر رح تغلط لازم ترجم المعطايات وتوضح من لها ترسمهم هنا تبع معايا قلنا في قسميكا رسمنا القسم قال لك عدد الذكور 14 ها في القسم كان 14 عدد الذكور و ركز مليح اللي هو هذا مهم جدا رح نقول لك علاش قال لك و عدد البنات 18 تكتب هنا و عدد البنات شحال 18 كيما قلت لك هذا الواو مهم جدا ويعني الجمع كي تلقى و معنطها رأي عملية جمع هنا زائد كي يقول لك و 14 و 18 معنطها رأي عملية جمع و ركز مليح قال لك في قسميكا في قسميكا 14 من عدد الذكور و 18 من عدد الإناث ما هو عدد التلاميذ شحال عدد التلاميذ هذا هو القسم شحال فيه فيه 14 زائد 18 سهلا تجيل هنا تكتب العملية الأفوقية هاي 18 زائد 14 كم تساوي وتكتب اللي هنا عدد التلاميذ عدد التلاميذ 18 سوف تجد فيديو الجمع تفرجوا وتفهم وتحلها 8 زائد 14 حال 12 1 1 تجمع 1 زوج 3 3 النتيجة 32 تكتب 32 و 32 و 32 عدد التلاميذ القسم هو 32 تلميذ حيث يعطيك وضعية سامبل سهلة بسيطة كما هذه وش تدير تبدأ تقرأها اللولة تفهم قراءة بتامع وببطء الثانية إنت تقرأ وتكتب المعطايات زي عما تبدأ تقرأ منها لقيت معطاية تكتبها ولا ترسمها ولا توضحها متفقين خلينا نروح وشوفه مثال آخر ونخدمه بالطريقة اللي مديتها لك هذا المثال الثاني خلينا نقرأ وكما قلنا المرة الأولى بتركيز وبتامع قالك في بستاني جاريكم 45 شجرة تفاح و 15 شجرة مش مش ما هو عدد الأشجار قرناها المرة الأولى بتركيز المرة الثانية كما قلنا نحن نقرأ ونكتب المعطايات قالك في بستاني جاريكم هذه اللولى هاو لدينا بستان هنا هاو البستان 45 شجرة تفاح تكتب هنا 45 شجرة تفاح ها تكتب هنا تفاح 45 شجرة تفاح و تكتب هنا حرف الوا 15 شجرة مش مش ما هو عدد الأشجار هاو عندنا هذا هو البستان تانا كما اتفقنا ها هذا هو البستان فيه 45 شجرة تفاح وفي 15 شجرة مش مش قالك ما هو عدد الأشجار رحنا قلنا حرف الوا وهو الجامع زائد ها و ركز مليح هاو الوا دونك تجي الهنا مش تجاوب على هذا السؤال ما هو عدد الأشجار تسمى رح تدير عملية جامع تكتب العملية الأفقية هاو ها 45 زائد 15 وتكتب اللي هنا عدد الأشجار عدد الأشجار طبعا كما تفاهمنا تجيل اللي هنا مش تدير العملية العمودية هاو 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 تبع معي خمسة زائد خمسة عشرة دونك تكتب الصفر وتحتفظ بالواحد واحد زائد أربعة خمسة وديد لهم واحد ستة ستون وهو عدد الأشجار ستون وتكتب ها هنا ركزم له متفقين ما تنسوش تابعونا على قناتنا على اليوتيوب خطوة التعليمية وذلك بالضغط على الزر الأحمر اللي هو متابعة أبوني ولا سبسكرايب متنسوش تاني زيب تكريك على هذا الجرس علاش بينها بش أي حاجة نحطوها تمارين دروس انتحانات برامج نصائح توصلك في الحين آية السلام عليكم تالوا في رواح